يعتبر المتحف المصري كبير واحدة من أكبر متاحف العالم فهو أكبر مشروع حضري وثقافي عالمي تم تصميمه ليكون بمثابة بوابة عبر الزمن لتطلق حضارة خمسة ألاف عام مع الحضارة الحديثة فاطمة خليل تستعرض أهم المعلومات حول ذلك المشروع العملاق في العرض التالي أهلا بكم يعتبر المتحف المصري الكبير واحدا من أكبر متاحف العالم فهو أكبر مشروع حضري وثقافي عالمي تم تصميمه ليكون بمثابة بوابة عبر الزمن لتتلاق حضارة خمسة ألاف عام مع الحضارة الحديثة المتحف المصري الكبير ليس متحفا فحسب بل صمم ليكون مجمعا ثقافيا سياحيا ترفهيا ومركزا للبحث العلمي وقبلة للبحثين الأثريين من كافة أنحاء العالم يقام هذا الصرح الثقافي الكبير على مساحة إجمالية تصل إلى خمسمائة ألف متر مربع يبدأ مسار الزائر للمتحف المصري الكبير بالدخول من طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوية إلى ساحة الدخول الرئيسية وهي ميدان المسالة المصرية بمساحة سبعة وعشرين ألف متر مربع ثم يأتي حائط الأهرمات حيث الواجهة المهيبة للمتحف وهي بعرض ستمائة متر وارتفاع يصل إلى خمسة وأربعين مترا يسير منها الزائر إلى داخل المبنى الذي يتألف من كتلتين رئيسيتين هما مبنى المتحف جهة الجنوب بمساحة إجمالية تبلغ اثنان وتسعون ألفا وستمائة وثلاثة وعشرون مترا مربعا ومبنى المؤتمرات جهة الشمال بمساحة إجمالية تبلغ أربعين ألفا وستمائة وتسعة أمطار مربعة ويربط بينهما بهو المدخل حيث يقبع تمثال الملك رمسيس الثاني يتكون مبنى المتحف من المدخل الرئيسي بمسطح سبعة ألاف متر مربع وبه تمثال الملك رمسيس الثاني وخمس قطع أثرية ضخمة كما يوجد الدرج العظيم بمسطح ستة ألاف متر مربع بارتفاع يوازي ستة أدوار ويحوي سبعا وثمانين قطعة أثرية ضخمة يضم المتحف أيضا قاعة الملك توت عن خأمون بمسطح سبعة ألاف وخمسمائة متر مربع وتضم خمسة ألاف قطعة من كنوز الملك مجتمعة لأول مرة كما يتكون مبنى المتحف من قاعات العرض الدائم بمسطح ثمانية عشر ألف متر مربع تحوي القطعة الأثرية الخاصة بالحضارة المصرية القديمة ويجتمل المتحف على قاعات للعرض المؤقت بمسطح خمسة ألاف متر مربع وتحوي أربع قاعات للعروض المتغيرة وهناك متحف الطفل بمسطح خمسة ألاف متر مربع يحتوي على وسائط متعددة ونماذج لشرح المحتوى الأثري وأيضا يضم المتحف فصولا للحرف والفنون بمسطح ثمانية وثمانين متر مربع وتحوي على خمسة فصول للحرف اليدوية وقاعات العرض لدوي القدرات الخاصة بمسطح ستمائة وخمسين مترا مربع كما يضم المتحف مخازن الأثار بمسطح أربعة ألاف متر مربع وتحوي حوالي خمسين ألف قطعة أثرية مجهزة للدراسة والبحث العلمي يضم المتحف مكتبة رئيسية بمسطح ألف ومائة متر مربع ومكتبة للكتب الندرة بمسطح مائتين وخمسين مترا مربع ومكتبة للمرئيات بمسطح ثلاثمائة وخمسة وعشرين مترا مربع يضم المتحف المصري الكبير مركز المؤتمرات ويتكون من القاعة الكبرى متعددة لاستخدامات بمسطح ثلاثة ألاف متر مربع وتسع تسعة مائة فرد وقاعة العرض ثلاثي الأبعاد بمسطح سبعمائة متر مربع بساعة خمسمائة فرد إلى جانب المركز الثقافي بمسطح ألف واربعمائة متر مربع بالإضافة إلى الممشأ التجاري الرئيسي بمسطح ألفين وخمسمائة متر مربع أما الساحات الخارجية حول المتحف فيوجد بها متحف مركب الشمس بمسطح أربعة ألاف متر مربع وهناك حديقة المعبد بمسطح خمسة عشر ألف متر مربع وبها النباتات العطرية المعروفة في الحضارة المصرية القديمة إلى جانب حديقة أرض مصر بمسطح سبعة عشر ألف متر مربع فضلا عن منطقة الكثبان الرملية يبلغ عدد القطع الأثرية التي تم نقلها إلى المتحف حوالي واحد وخمسين ألفا وأربعمائة واثنتين وسبعين قطعة تم ترميم نحو خمسين ألفا وأربعمائة وستين وستين قطعة أثرية يبلغ عدد القطع الأثرية التي تم نقلها من مجموعة الملك توت عن خامون حوالي خمسة ألاف وثلاثمائة وأربعين قطعة المتحف المصري الكبير تحفة معمارية فريدة تقدم تجربة غير مسبوقة لزائري مصر عموما ومنطقة الأهرامات خصوصا من خلال جولة يمتزج خلالها الماضي بالحاضر في زيارة لن تنسى ولن تمحى من الذاكرة تحفة هي بحق بمثابة هرم مصر الرابع ترجمة نانسي قنقر